أنا دائما أشوف بيحط كتير إعلانات لفيتامين إي المركز هل بتنصحي فيه ولا لا ما بتنصحي لا ما عنا مشكلة فيتامين إي هو بيساعد على الترطيب للبشرة الجافة بس في كتير خطأ بيصير إنه مثلا فيناس كتير عم يستخدموا يعني كل شي بيشوفوه تجاري أو كل شي بيشوفوه نصايح بيقوم بيستخدمه هذا خطأ في بشات دهنية ما لازم تستخدم فيتامين إي أو مثلا إذا استخدمتها في شي ترطيب خاص للبشرة الدهنية لأنه فيناس كتير تجي بيكون عم وشح بوب ويكون بس استخدام خاطئ يعني بشرتها ما فيها شي استخدام الخاطئ هو اللي عم بيسوي لها المشكلة البشرة الدهنية يا جماعة لازم يكون ترطيب خاص للبشرة الدهنية أما البشرة الجافة فيها تستخدم فيتامين إي فيها تستخدم ترطيب عميق ما عنا مشكلة هذا الفيتامين المركز هل يخلطوه مع كريم تاني ولا يستخدم كده فيك تستخدمها بيور فيك تستخدمها خلط ما عندي مشكلة خلط الكريمات مو سيئ إلا إذا كانت أحمان إلا إذا كانت تقشير فمتي كيف هذا الممنوع أوكي بس حتى مرات التقشير بيخلطو مع مبيضات ويخد ما عنا مشكلة هلأ بس لازم يكون إشراف طبي بس كترطيب أنا فضل أنا ما فضل الخلط أنا فضل إنه ما نلخبط هالأشياء كثير بس مرات يعني ما نستخدم مثلا السيروم نستخدمه قبل الكريم هلا إذا كان بشرة كثير جافة الطبيعي لديك تغسلي وجهك صباح و المساء نسينا نكمل الموضوع أنه الواقع لما تعرضي الشمس أو حرارة لازم يكون عندك كريم صباحي الكريم الصباحي بالعادة بيكون كمرطب ولازم يكون عندك كريم الليلي العادة الكريم الليلي بيكون كمغزي هلأ إذا بشرتك كثير جافة مرات بنحتاج أن نستخدم سيروم بالليل وفوقه الكريم السيروم بيشتغل على الطبقة اللي تحت البشرة الكريم بيشتغل على فوق الطبقة الخارجية أهمني آ Engagement ترجمة نانسي قنقر